من جديد فاد مراسل النهر اليوم بان شخصا لقي مسرعه واصيب ضابط ومجندان في اشتباكات بين قوات الامن وعناصر جماعة الاخوان عقب صلاة الجمعة بقرية ديفنو في مركز اتصاب الفيوم واكد مصدر امنية ان قوات الامن القت القبض على خمسة من المشاركين في الاشتباكات بحوزتهم بيانات تحريضية على الجيش والشرطة وكمية من زجاجات المولوتوف شكرا